حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال وقال ابن شيها بن الزهري حدثني عبد الملك بن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن أبيه عن عبد الله بن زمعتا بن الأسودي بن المطالب بن أسد قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين قال دعا بلال للصلاة فقال مر من يصلي بالناس قال فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقال قم يا عمر فصل بالناس قال فقاما فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهدا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون قال فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصل بالناس قال وقال عبد الله بن زمعة قال لي عمر ويحك ماذا صنعت بي يا أبنى زمعة والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت بالناس قال قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحقى من حضر بالصلاة ترجمة نانسي قنقر